الملف هذا من اللول كنا نحكيه وابتسامه أكثر من مرة لهناه أنه هذا الملف لا يخضع للانتباع صار فيه الكثير من الانتباعات والأحكام العفوية وأصدرنا الكثير من الأحكام السياسية ما غير ما تكون عنا معطيات واقعية وحقيقية خلينا نحن نجمو نعملو التشخيص الواقعي ونخرجو بخلاصات اللي هي تنجم تفيد الملف هذا هو ما تروح داخل فضاء الأوروبي عنده سنوات طويلة جدا ونقاش داخل الاتحاد الأوروبي كيفاش كان كان حول أدوات التعاطي مع المهاجرين غير النظاميين تحولوا إلى عبء داخل الاتحاد الأوروبي زادوا من نسبة البطالة زادوا من نسبة الفقر فما الكثير المشكليات اللي موجودة غادي دونك الاتحاد الأوروبي قاعد يخمم في مقاربة للتخلص من هذا الملف كانوا في مزوز مقاربة أساسية داخل فضاء الأوروبي المقاربة الولا تقول لك يتحلыл إشكال داخل الاتحاد الأوروبي المقاربة الثانية تقول لك احنا ما نحلوش لاشكال الداخل الاتحاد الأوروبي نحلوهم داخل الدول اللي هي تصدر لنا في المهاجرين غير نظاميين وفي 2018 نبني على الكلام اللي كان يحكي فيه صديقي عمر اللي هو شوف كانت المقاربة الأساسية أنه لازمنا نلقاه أدوات لبتر الإشكال هذا في الدول اللي تصدر لنا في المهاجرين غير نظاميين إما أن الدولة تتحمل مسؤوليتها لإعادة الناس لهم إلى بلدانهم الأصلية أو نحن ندعم الدول بإمكانيات مالية معينة للإبقاء على المهاجرين غير النظاميين هذوما في مراكز متعة جميعهم بعدها نشوفوا شنو نعملوا بها ومعتبار أن الدولة دي ما عندهاش الامكانيات اللوجيستية الكبيرة ندعموها مالين ومعنا حتى إشكال كاتحاد الأوروبي ندعمه بملايين آآ الوروات في مقابل أنه نحن نتخلصوا من هذا الحمل بعد النقاشات اللي صارت هذية وبعد ما بقى التحاد الأوروبي يخدم في الخدمة هذية الكل آخر التقارير تتحدث على أنه تقريباً الاتحاد الأوروبي تخلص من أكثر من 60% من المهاجرين غير النظاميين اللي كانوا يسلوه لسنوين وبالتالي المقاربة بدأت فكرية وسياسية وصلت إلى تحقيق نتائج على الميدان إيجابية جداً بالنسبة لاتحاد الأوروبي نجيوا هنا للطرف الآخر والطرف الآخر اللي هوشكون تونس اللي كانت تونس والجزائر وليبيا فترة فترة لكن الأكثر الدول اللي تحملت المسؤولية هي تونس مؤخراً والنقاشات الكلة تركزت مع تونس الارتدادات متاع هالمسائل اللي جابية ونتائج اللي جابية تتحقق داخل الفضاء الأوروبي كانت سلبية جداً في تونس الكثير من الأرقام اللي ما أعطاها وزير الداخلية والناس أخرين حول آلاف المهاجرين غير نظاميين اللي موجودين في تونس جزء منهم تم تجميعهم المناتقادية اللي هي معناها ولينا ندخلوا فيها حتى بشكل إجباري ندخلوا نرجعهم لهنا لتونس وبداية العدد يتضخم بشكل تدريجي ولا عدد مرهق جداً بالنسبة لنا نحنا تحولت من أزمة بتاعت جميع الناس ذهما إلى أزمة اجتماعية شفنا شنو صار في سفاقس شفنا شنو صار في العامرة تحولت إلى يعني كثير من الأزمات اللي وليت تتحمل العبء متاعها تونس لأنه نحنا دخلنا في مقاربة فما ناس داخل المشروع دي عندهم فكرة أساسية يدافوا عليها ويتبقوا فيها لكن نحنا للأسف شديد معناش فيزيون واضحة وبالتالي العملية هذه أصبحت العبء الكل والفاتورة الكل تحملتها تونس وللأسف الشديد علاش أنا نعمل في التشخيص هذا بش نقول خلاصات أساسية لازمنا نحنا نكون وعين بها رأوا داخل الفضاء الإفريقي فما قوة عاملة كبيرة برش أنا نحكي لك على ملايين العاطلين عن العمل داخل الدول الإفريقية الدول الإفريقية هذه دول مزقتها الحروب ومزقتها المجاعة ومزقتها الفقر وتم نهب كل ثرواتها من قبل دول الاتحاد الأوروبي وغيره وبالتالي هالقوة العاملة ونسبة الشباب المرتفعة جدا داخل الدول الإفريقية شنو بش تعمل؟ هل أنها ستبقى داخل الدول الإفريقية مستحيل هي ستسعى للهجرة في محاولة لأنها هي طلقة عاملة خارج دول الإفريقية وبالتالي الزخمة متاع الناس ذوما بش يرتفع بشكل تدريجي بش تكون الفاتورة في تونس نتحملوها بشكل أكبر والأعداد بش تكون كبيرة برش علينا وبالتالي إذا كان نخرجوا نحنا بالمسار هذا ومن المربع هذين متاع التفكير وندخلوا في مسارة جزئية نحنا قداش بش ناخذوا من إيطاليا وشنية المعطيات اللوجستية بش ناخذوها وشنو البابور بش ناخذوه ورانا ماشين في مقاربة خاطئة تمام المقاربة لازمها تراعي كل شيء كل ما هو سياسي وكل ما هو سوسيولوجي وكل ما هو يتعلق حتى بقوى العمل اللي موجودة داخل دول دول الإفريقية وبالتالي إذا كان نخرجوا من هذه بش تكون مقاربة متاعنا نحنا قصيرة النظر وبش نتحملوا فاتورة أكبر ببرشة من هذا ومبعد ما نجيوش نحنا نحكيو على مخاططات متاع توطين والناس اللوما جاي مش يكون الأرض متاعنا راهوا لازم نحنا نمشيو النظرة شاملة بش نفهم ورواحنا نحنا العام الجاي والعام اللي نبعد ومش نوصل بطب نرزولي